هل ينتقل يعبر الضوء خلال جميع الأجسام راح نشوف شهن أنواع الأجسام وهل يعبر الضوء خلالها تسمح الأجسام الشفافة للضوء للعبور من خلالها أو المرور من خلالها لذلك نستطيع أن نشوف من خلال هذه الأجسام بنلأمثلة عليها كليير غلاس الزجاج الصافي كليين واتا الماء النظيف وكليير بلاستيك الصافي الزجاج الصافي The second type of objects opaque objects هي الأجسام الماتمة Opaque objects block light from traveling through them يعني هي لا تسمح block تحجب أو لا تسمح للضوء light أنها تعبر من خلالها So we cannot see through them through these objects وما بنقدر نشوف من خلال هاي الأجسام أمثلة عليها Wood stone and metals are opaque materials Wood لي هي الخشب أو الحطة Stone حجارة والmetals هي المعادن There is another type of objects وكمان نوع من الأجسام هي translucent objects الأجسام translucent Allow some light to travel through them بتسمح لبعض الضوء ما بتسمح لكل الضوء أنه يعبر لا بتسمح لبعض الضوء أنه يعبر من خلالها So we cannot see through them ما بنقدر نشوف من خلالها بشكل واضح يعني بنشوف بس ما بيكون واضح بنسميها translucent أو بالعربي شبه شفافة Some kinds of plastic and frosted glass are translucent materials هلا في نوع من أنواع البلاستيك وكمان نوع من أنواع الزجاج اسمه frosted glass أو الزجاج البلوري هو بيكون من هاي الأنواع هي بتكون أمثلة على translucent objects So في عنا ثلاث أنواع حكيناهم هم transparent opaque معتم translucent شبه شفاف ننتقل للبوكلت page number 22 page number 22 okay transparent and opaque objects block block translucent wood stone metal types of objects أنواع الأجسام transparent objects opaque objects translucent objects transparent objects objects that allow light to travel through them so we can see through these objects هي الأجسام تسمح لنا تسمح للضوء أنه يمر من خلالها وتسمح لنا أن نشوف من خلالها examples أننا clear glass clean water clear plastic opaque objects أجسام المعتمة هي objects that block light through them يعني هي أجسام تمنع أو بتحجب الضوء أن يمر من خلالها so we cannot see through them يعني ما منقدر نشوف من خلالها examples عنا wood stone and metal number three sent objects 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 that allow some light to travel through them so we cannot see through them clearly يعني الأجسام اللي بتخلي أو بتسمح لبعض الضوء يعني مش كل الضوء بعضه أن يمر من خلالها لهيك إحنا ما منقدر نشوف منيح أو واضح من خلال هاي الأجسام أمثلة عليها some kind of plastic and frosted glass تمام هلأ في عنا أسئلة سؤال أول list three types of objects كيبنا نكتب هنا ثلاث أنواع أو عدة ثلاث أنواع من الأجسام اللي هني أول واحد حكينا transparent objects opaque objects and translucent objects fill in the blank clear glass clean water and clear plastic are examples of هذو الأمثلة مثلة على شو؟ أمثلة طبعا على transparent objects examples of opaque objects هم ثلاث أنواع حكينا ثلاث أمثلة اللي هم wood stone and metals we can translucent objects clearly ننتقل للدرس الثالث lesson three shadow what is a shadow and how it is formed shadow هو الظل شو هو الشادو وكيف بتكون when an opaque object blocks the path of the light shadow is formed هلا لما يكون في عنا أشعة ضوئية أو يكون في عنا مصدر ضوئي يكون في جسم معتم أمامه تمام؟ هذا جسم المعتم شو بيعمل؟ بيحجب الضوء أنه يعبر من خلاله وبالتالي الظل بتكون shadow is the dark region where light cannot reach هي منطقة معتمة الضوء ما بيقدر أنه يوصلها طلع على الصورة هاي look at this picture we see light source and opaque object which is a child في عنا جسم معتم هو هنا الطفل and we noticed that this child or the opaque object blocks the path of the light حجب مسار الضوء ما خليه يكمل so a dark region is formed and it is the shadow shadow يعني الظل shadow is formed on the opposite side of the light الظل بتكون وين؟ على الجهة المقابلة للضوء زي ما احنا شايفين بالصورة هون هون منلاقي المصدر الضوئي بالجهة المقابلة بيكون الظل ما بيكونوا التنين بنفس المكان تمام؟ إذا وجدت لك صح وخطأ أنه بيكون نفس المكان طبعا خطأ بيكونوا التنين بجهتين متقابلتين a shadow length هلأ طول الشادو عشو بيعتمد؟ depends on the position of the light source حسب بيعتمد على موقع الضوء my shadow is the longest in the early morning طبعا ظلي رح يكون الأطول بالنهار حيكون الأطول بالنهار and the shortest around noon time ورح يكون الأقصر في وقت الظهيرة draw a line from each child to his or her shadow هلأ بنا نوصل بين الطفل وبين ظله السؤال الثاني where is the correct position of the light source بما أن الظل موجود أمام القطة حيكون الضوء خلف القطة ننتقل للكلمات path opposite opposite shadow the dark region where light cannot reach هي منطقة الذاكنة التي لا يستطيع الضوء الوصول إليها how does it form؟ كيف بتكون؟ when an opaque object blocks the path of the light shadow is formed لما جسم معتم بيحجب مسار الضوءي رح يتكون عنا الظل الأضل shadow is formed on the opposite side of the light حكينا أنه الشادو أو الظل بيكون الجهة المقابلة للإضاءة the shadow length depends on the opposition of the light source رح يعتمد طول الظل حكينا على موقع هاي المصدر الضوي my shadow is the longest in the early morning حكينا ظلي هو الأطول في النهار الباكر أما and the shortest the shortest around the noon time يعني هو بيكون الأقصر في وقت الظاهرة fill in the blank is the dark region where light cannot reach طبعا الجواب هو shadow a shadow is formed on the opposite side of the light my shadow is the longest in the early morning and the shortest around noon time فضل و تشغل محل كم تشغل